وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إلا لله وإلا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحار إن لشاء نئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآلي محمد أفلح من صلى على محمد وآلي محمد وآلي محمد بالقر Belle شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة السادة الحضور جميعا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب المولى أبي عبد الله الحسين جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولائه وقبل أن أبدأ بالقراءة أطلب من الأخوة جميعا الجلوس وما أخذ من وقتكم إلا دقائق إن شاء الله أرجع يا زمن خلينا نحكو ياك أو خلي نشوف ياهو المانسة حسينة أو خلي نشوف ياهو المانسة حسينة ياهو يا الزمن يتبدل بلحظات أو ياهو الظل وحيد ومحد وعينة ياهو الجمع شملة وعاف شملة حسين أو ياهو الموت يمة ومات رفعينة على نقرة جدم الحسين شننا نموت جاوب يا زمن الحسين شطينة من نجسام نتعبن الثرامات أو ربع من المقابر ترندلينة يلتحك برهاوة أو يظميرك مات ما مر على بالك ضيم مربينة لابس عسود وشالوك من الباب على ظهرك طبعدك ومنياشينة اجهت جثة أخوك بسكتة من الصليل وفلوس الرمي قلولك الطينة المدرستك عجوك وعصبك عينهاك والهاليوم قبرك ما دروينة خذوك وسفروك على الألغام ومشيت رحت النقرة السلمان حاجينة قطعو لك إنسان ذكرت بي حسين جوو لك جليد بضعتك سجينة هم ظلت وحدك ما علك صحبان هم مثل شردوا منك جوارينة كل هذا وقليل وما وصف نصار كل هذا وقليل وما وصف نصار ولا قلنا اليزيد أرجوك وعفيني عاندنا المناية ومتنا موت أحرار ذلي أنا الرفاق وما نذلي أنا عاندنا المناية ومتنا موت أحرار ذلي أنا الرفاق وما نذلي أنا أبو عمر الزغير الحاج ومو وياه ما عاش بزمننا وشافنا شبينه أعتبعد شبير العاشين وياه ويمجد يزيد ويمدح سنينه اليوالي حسين مو بس بالنفاه وياه اليوالي حسين مو بس بالنفاه وياه لا بالشدة يكتبهن عناوينه وإحنا على العهد وياك يا مولاي كل شي اللي يملكه بحبك الطينة رغم الذبح رغم الذبح رغم الموت يومية ورغم كل الجروح الساكنة بي رغم حزني وعذابي ونزفي والآهات واذياب الزمان الفزعت علي علي دومي بأذاني يظل ولي الله وتظل روحي لمن ما موت شيعية اش ماعدكم حقد طلعوا بعد ما خاف أنا سك الولاية محصلة بيدية بيوقع علي والزهرة والسبطين وبحبهم هويت اصبحت ممضية أنا دارس وفا عد القمر عباس والدارس وفا العباس ناجح مية بالمية من تذكرهم اشطف هذه فتوى الثار صدرت من نحر ينذبح يومي تجاملهم عليمن شنه ما سووه أو شنه الظلد قل لي وما سد علي تحسب ينعدل ويقل لك احنا اخوان أو على ذبحي على المطفالة يومية أنا اللي فزعت لك وبمعزت الروح ومتت قدام عرضك موت عذرية أنا اللي جعت وطيتك الماعون ولك خبزة جهالي وصلت بيدية لمري كرحت من بعد ذاك الموت القدمت لك يا خابط المية خل يسمع الشيعي ويا أنا ما يصفون أو خل تسمع الحرة المرة الشيعية ربي ابن تعالح وحيدر الكرار وحتي لب مقابرنا الجماعية أو قل لي للبعث لا شرف لا ناموس واشطف يا ابني من تذكر البعثية أو قل لي للحشد يا وليا دي أطهر ناس السستاني أمر صار أو فداية ترجمة نانسي قنقر بايما ربي Isaiah اشتركوا في القناة يا الله طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد هدية إلى مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ثانياً بأعلى أصواتكم ثالثة على محبة مولانا صاحب العصر والزمان عجر الله تعالى فرجه الشريف بأعلى منهما مولانا الله يحفظكم شوي الأخوة يضايقون بالدخول خلي شوين سوف تقوموا قاعدة رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد المنبر رحم الله والديكم للمنبر طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي ابن رسول الله صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلة يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها سلام الله عليها وعلى شقيقها ولزينب نوح لفقد شقيقها يا 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 ويوا تدعوه يا ابن الساجدات الركعي اليوم أصبغ في عزايا يا يا ياك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم قادوني بظلم يا أخي سعد الله قلبها اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين يا أبا عبد الله أما ترى شمر الخناب السود كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة يعني رأسه الذي على الرمح أجابها فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتام وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي خويا أنا بعين لباري لك عيالك أطمئن أبا عبد الله العيال في مكان آمن إن شاء الله عند حارسة آمنة إن شاء الله خويا بعين لباري لك عيالك وبروح لسجل لك أطفالك خويا المنت يرضى بذالب ويواكرحنا تركنا في ذالب ما هو توفيق اليوم نبكي لحسين عليه السلام رحم الله هاي العيون هاي الدموع وليخويا هذه الصيح عم وينعم ايايو هذه الصيح فارقني عفية منه منه زينب خويا يهيج لاعت ويزيئ دم يعلي لك من يدير العالي يعلي لك من يدير العالي خويا هذه اليتامة تريدوالي خويا هاي اليتامة تريدوالي بوجودكم كانت غوالي أبا عبد الله خويا رحت وظل البيت خالي رحت وظل البيت خالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام قال ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم عظم الله أجورنا وأجوركم ببصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام والصفوة الطاهرة من أهل بيته وأصحابه ومن التحق به الوثائق التي وصلتنا عن أبي عبد الله الحسين من خطب وكتب ومواعظ وحوارات تزيد على المئة مئة وأربعة وثيقة مئة وخمسة وثيقة وأغلب الوثائق التي صدرها الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه كانت تضمن بعض المشاكل التي كانوا يعانون منها طرف المقابل أمام الحسين عليه السلام كان يواجه بعض الأمراض الذي أدت به إلى أن يقف بوجه الإمام الحسين عليه السلام كما أن الإنسان المؤمن في حياته إذا أراد أن ينمو أن يتكامل أن يسمو لا بد من بذل جهد في إزاء ذلك كذلك بالنسبة إلى التسافل والعياذ بالله وإلى الانحطاط لا بد له من أسس ولا بد له من بذل جهد حتى يصل إلى أن يقف موقف مناوئ لسيد الشهداء الحسين عليه السلام هذا الحديث الشريف وهذا المقطوع الشريف لعله آخر ما صدر عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان تقرأ هذه العبارة وهذا المعنى يقرأ بمضمونين يحمل في أحشائه مضمونين مضمون الأول أيها الإخوة الأكارم أن الحسين عليه السلام لم يترك النصح لأعدائه حتى في آخر ساعاته وهذه ظاهرة ملفتة للنظر أن الإنسان ينصح أهل بيته وأصحابه وذويه ومتعلقيه هذا معنى متوفر عند الكل أما أن يبدل الإنسان جهداً جهيداً في نصح أعدائه حتى يصل به الأمر أن ينوء برقبته ويصنع له وسادة من التراب ومع ذلك ما زالت الحنجرة الحسينية والشفاه المباركة والنوايا الخيرة والقلوب المنيرة تصدح بالنصح إلى أعدائه هذا فرد شيء يحتاج لفرد جلاده يحتاج لنوع من أنواع علو الهمة نفس كبيرة هذا اللي كان يصنعه سيد الشهداء مع أعدائه عندنا نصيحة لأولاده عندنا نصيحة لنساء آل الرسول عندنا نصائح لأصحابه أما تجد النصائح لأعدائه يعتبر هذا النصح حق لهم على سيد الشهداء صلوات الله فكان دائماً ودائباً وفي كل فرصة يصدر لهم النصح هذا معنى أول يقرأ من هذه العبارة المعنى الثاني اللي يقرأ يا شيعة آل أبي سفيان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك النصح كان شديد الحرص على تحديد الأخطاء التي وقعوا بها ذكر الإمام الحسين مجموعة من الأطواق تمنع الإنسان من أن يقع في الخطأ وهذه يكون علم الاجتماع يفتح لسجل ويكتب لفرد في سجل مدوناته وفي سجل مذكراته موانع دفع الإنسان عن الخطأ وعن الوقوع في الأفعال الخاطئة شخصها الإمام الحسين في آخر ساعاته وتفتح لك آفاق كبيرة للنهضة الحسينية ولعمق رؤية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن لم يكن لكم دين إذن طوق الأول المانع الأول الحاجز الأول خط الصد الأول عن الوقوع بالحرام هو الدين إذن الإنسان عبر الدين بلشت انفتحت عند أبواب الأخطاء والتعثر في الخطأ وفي حياته وكل مجالات الحياة ما دام الدين متمسك به ويرى الدين هذا حاجز عن الوقوع في الخطأ الإمام يقولهم هذا الإقدام على قتلي نتيجة نتيجة شنو؟ دين ماكم إن لم يكن لكم دين ما هو الدين؟ سؤال الثاني كيف يكون الدين حاجزا عن الأعمال الخاطئة ما فائدة الدين؟ ما هي آفات الدين؟ أربع حجاياتها هي عرف الدين بتعاريف متعددة وكلا أدلى بدلوه النظر الشمولية للدين هو عبارة عن رؤية السماء للإنسان بصورة متكاملة الإنسان يمر بالدنيا يمر ويمر بالآخرة نظرة السماء إلى الإنسان في حيز مروره في الدنيا والآخرة هذا يعرف بأنه دين والدين يقوم على ثلاثة شعب شعب الأولى شعبة الاعتقاد والعقائد وهي مهمة جدا الشعبة الثانية من شعب الدين هي شعبة الأخلاق الفاضلة والآداب والشعبة الثالثة هي شعبة العبادات والمعاملات الأحكام الشرعية لا يمكن لأحد أن يقول أني على دين إذا أخلى بأحد أركانه على قلت أهل الأصول على نحو العموم الجمعي لا على نحو العموم البدلي كن كل هنذن لأنت مار عليها ومسيطر عليها هم على مستوى العقائد عندك فرد معلومات كافية ووافية أم على مستوى الأخلاق عندك هذا المعنى هم على مستوى الأحكام والعبادات هذا تعريف الدين محور الثاني ما هي أهمية الدين ليش هو الدين مهم بالحياة الدين أيها الأخوة فيه مجموعة من الآثار خلي أنتقي لك فرد اثنين ثلاث حشايات وهي أول شيء اللي يصنعه الدين الحق مو شكل الدين مو صور الدين لا دين الحق واقعا دين قولا وعملا الدين أول ما يصنعه الدين بالإنسان يجعله هو صاحب القرار في نفسه كثير من الناس لا يملكون قرار أنفسهم الشهوات تأخذ من كل جهة ومكان الرغبات تأخذ من كل جهة ومكان الدين يصنع رجالا يقودون زمام أنفسهم الدين يجعل للإنسان هوية ويجعل له إرادة ويجعل له شخصية في قيادة نفسه وقيادة غيره الأب أول ما يقود نفسه وبعد ذلك يقود الأسرة أول فوائد الدين أن يجعلك تقود نفسك وإلا شنو العلة من الصيام مش كم ساعة لا أكل ولا أشرب ليش إرادتك قوية ليش ساعة ما أدري شقد ساعة الثنى عشر وشوية يصير صلاة الظهر تروح تصلي أربع ركعات ليش يعلمك يدربك عن قوة الإرادة لا ينتج الصبر إلا عن قوة الإرادة وحدة من مكام قوة الإمام الحسين عليه السلام ولوامع شخصيته ليس في بسالته في الحرب في صبره الذي يكشف عن قوة إرادته هذا المعنى الأول الذي يستفاد من الدين أن يجعل الإنسان حراً صاحب القرار لا الشهوات ولا الملذات ولا الرغائب هي التي تسوق الإنسان فائدة الثانية من الدين يجعل الإنسان يتصل بالقوة المطلقة يتصل بالله تبارك وتعالى مباشرة كم من اليوم في دنيا اليوم يحتاج إلى ظهير يحتاج إلى أهل ويحتاج إلى أعمام ويحتاج إلى عشيرة ويحتاج إلى مال فكيف بك إن اتصلت بصاحب السطوة العظيمة والمكانة الرفيعة مالك كل شيء هذا يعطي للإنسان المؤمن زخم قوة هل يشوف الإنسان المؤمن؟ إن المؤمن إن الجبل ليستقل بالمعاول صادق عليه السلام يقول والمؤمن لا يستقل بالمعاول دونك تجربة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يتسابقون إلى المنية دونه مثل ما هو يوصف أخير يوم عاشوراء كاستئناس الطفل بمحالبه إصرارهم قوتهم صلابتهم موقفهم الثابت نابع من تشبعهم بالدين هكذا الدين يصنع الرجال المعنى الثالث اللي أختصر بي آفات الدين تأتي للدين آفات تنخره من قلب الإنسان هذا خشب تجي آفة يسموها الأرض تنخر به إلى أن تمحصورته وأثرة يكون أثرا من بعد عين ما هي آفات الدين؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه آفة الدين سوء الظن آفة الدين سوء الظن بالله تبارك وتعالى لا بد لك من أن تحسن الظن بالله في كل حال من حالاتك في أيام الخير تحسن الظن بالله في أيام الشدة والبلاء تحسن الظن بالله تبارك وتعالى في أيام العطاء تحسن الظن بالله وفي أيام المنع تحسن الظن بالله أيضا مولانا والدين أيضا يحتاج إلى عنصر آخر وهو عنصر الحماية والمدافعة يحتاج واحد يدافع عننا الدين دين عبارة عن مشروع هذا المشروع يجب أن يحمى يجب أن يصان يجب أن يدافع عن وحدة من الركائن الأساسية اللي خرج من أجلها سيد الشهداء خرج مدافعا عن الدين ليلة السابع سمعت الخطيب مالتكم شي يقول مصرع العباس عليه السلام لما قطعت يده اليمنى سلام الله عليه والله إن قطعتم يميني إني أحامي عن أخوي عن عشيرتي عن منصبي مثلا عن شنو عن شنو يحامي ليش طالع إني أحامي أبدا عن دين الدين يحتاج لإلى حماية يحتاج لإلى رجالات تحمي الدين ترعى الدين تساعد على نشر الدين وهذا الذي صنعه الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه عنه إذا تعارض عندك تقديم الدين ورعايته وصيانة الدين على أولادك ما الذي تقدم؟ قدم الحسين أولاده أعطيت ربي موثقا لا ينثني والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر رواية ولا أقير أثنين يصير بيهن معنى لطيف ولا أفر أو ولا أقر إقرار العبيد هذا الموقف الصلب الذي شفناه من الحسين عليه السلام والذي إلى اليوم نجنو ثماره نجنو الثمار المباركة كانت نتيجة حماية الدين ورعاية الدين وصيانة الدين عن التحريف وعن الخطأ وعن التشويه لله درك يا أبا عبد الله هذه الصيانة وهذه الرعاية وهذه الحماية للدين كلفت الحسين أن يبذل الغالي والنفيس من أجل هذا الدين ومن أجل إحياء هذا الدين الله أكبر لما استجهد أبو عبد الله الحسين عليه السلام السيدة زينب وقفت على التل تل المصائب في كربلا خلي قلبك ويا خلن نذكر السيدة زينب ونذكر الحسين ونسألكم الدعاء سأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ويجعل هالقعدات هاي إن شاء الله ذخر لنا يوم نلقاه نفرح بلقاء الله بهكذا أعمال مولانا السيدة زينب عليه السلام شافت الحسين تأخر عليها تقولها أخي أم كلثوم الحسين وين ما أشوفها الساعة للراية أشوفها لشخص الحسين أشوفها أم كلثوم تقولها أخي زينب لعل الخيل أو الرجال حالت دوننا ودونه قالت الهلاء أخي حاشب لأمي أن تضمه خيل أو رجال أنا أعرف هذا الحسين هذا حبيبي أعرفه هذا عزيزي الحسين هذا ابن رسول الله هذا ابن الزهراء أعرف الحسين حاشب لأمي أن تضمه خيل أو رجال شنو تسوين زينب قالت أنا رح أسوي وقفت على تل المصائب وقفت على التل الزينب صاحت وي زينب صاحت أخي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا الله أكبر الله أكبر شلون صوت زينب بذاك اليوم إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله مولانا ما شافت جواب من عزيزها ما شافت جواب من حبيبها ما شافت جواب من أخوها صارت مضطرة زينب أن تشق الصفوف حتى تصل للحسين عمر ابن سعد من بعيد لحظ الموقف قالهم ويحكم شقوا لها سماطين أتعلمون أن يمخدر برزت من خدرها يا معذرة سيدي يا صاحب الزمان بعاشور نذكرها المعنى والله غير أيام ما نقرأ المعنى هذا شقوا لها سماطين صارت تسير حتى تصل للحسين كل واحد من الأعداء يقول هاي زينب هاي أختي الحسين هاي المخدرة وإذا بها وصلت إلى الحسين خويا الرأي الرأي عسين جيتك فاجد الرأي اللي يصير بمصيبة يصير مذهول بعد فكر ما عنده الله يساعد زينب وإذا بها حسين جيتك فاجد الرأي ومن الرعب تتراج فعضا نجي يا يتي وعلي يا عدايتو ما يقولون هاي أم الخضر هاي اغتذ في حلم شرب ما أكو أمني يا عز زينب شنو هاي الأمني خويا شد قول يا ابن أم ويا رجوا يا آي خويا من تتشيلك بيمنا آي تقدر ترذي حسين ويا هاي هاتي بطعا لي رجع الحسين وقفت عنده أبي عبد الله جلست عنده شيخ محمد علي النصاري يقول زور ارماح شابت عيب ينطر سيد حيدر يقول وتضله شجر الأراك النصول والسهام والسيوف على جسد أبي عبد الله قعد الزينب أأنت ابن والدي أأنت أخي أأنت نور عيني جلست عنده أبي عبد الله أخو يحسي ينخو يلتفت صوبي يلي قضيت نابك وصل نابي لفيلك يخو يبرد ثوبي شلون كسرت خاطر الحسين جلست عنده أقسم عليك بجدنا رسول الله كلمني يقسم عليك بأبينا علي بأمنا الزهرة لما سمع الحسين بذكر فاطمة فتح عينه في وجهها أخي زينب كسرتي خاطر زدتيني كربا فكر بيه ارجعي واحفظي للعياوة والخو يبعين لباري لك عيالك وبروح لسجل لك أطفالك الموت يرضى فدالك خو يرحنا ترك نفدالا وياك قالها ابن عطية جمري قالها ردي الخيم قالت الخيم أحرقوها باري عيالي قالت سكي نضرب رجعت إلى خيمتها وجدت زين العابدين سلام الله عليه قالت لعم لماذا نصنع شنو تكليفنا الشرعي عم زينب سنديني إلى صدرك سندته إلى صدرها رفع طرف الخبا رجع الإمام زين العابدين وجموعه على خده عم زينب اجمع العيال والأطفال يا صاحب الزمان اجمع العيال والأطفال هذا رأس والدي على رأس رمح طويل يفترين خواتح سيان من خيمة لعد خيمة وينخن وينراحة وينما مش بالكفرشيم كل خيمة تشب ببنى ردا ضربا الهمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجن ساله خويا خويا ما تم لو لاك الفرض يحسين يا حسين يا حبيبنا يا حسين يا عزيزنا يا أبا عبد الله لو لاك الفرض يحسين ما تم وحق شبد كل منا ثلث ما تأيا يا يمئلك بقلوبنا منصوب ما تمع لذجرك كل صباح وكيا يا المسي يا الله همزيين الحمد لله يا أخوي ملقيتك ولو ما ريحتم وشاج زيتك الحمد لله يا أخوي ملقيتك ولو ما ريحتم وشاج زيتك كونك داير أشيلك شاخذيتك 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 للخيمة وبكيف نعيتك يا ابن عيتك ولا خليك مرمع أشياء 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 رقايا رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد فقام وصلى عليه يا الله أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب ولجل العين ستشاب يا الله يا الله أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب أحسين ويمصاب يا ابن أمي ويصبى حياني أحسين ويمصاب يا ابن أمي ويصبى حياني يا أحسين ويمصاب يا ابن أمي ويمصاب يا ابن أمي ويمصاب يا ابن أمي ويمصاب يا حسيني أن يلذي تركي بطرف الثاني 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحاج بني اسد يقلهم يا بني اسد صاحب الجسد من تدفنونه صدر من طحن خوف بالدفن لا تلجمونه يا بني اسد صاحب الجسد من تدفنونه صدر من طحن خوف بالدفن لا تلجمونه انت جيبوا لحصيره وانا نزل بالحفير يا بني اسد يا بني اسد لقضاء حوائجكم وتسهيل الأمور اسمعوني صلاة على محمد وآلي محمد يا الله يا بني اسد صاحب الجسد من تدفنونه صدر من طحن خوف بالدفن لا تلجمونه يا بني اسد صاحب الجسد من تدفنوا صدر من طحن صدر من يا الله خوف بالدفن لا تلجمونه انت جيبوا لي حصيره وانا نزل بالحفير انت جيبوا لي وانا نزل بالحفير يا بني اسد يا بني يا الله يا بني أسد يا بني أسد صاحب الجسد صاحب الجسد بعد بعد يا بني أسد صاحب الجسد إبو يا إيه صاحب الجسد من تدفنونه من تدف صدر من طحين خافوا بالدفن خافوا بالدفن لا تليج ان تجيبوا لي حصير ان تجيبوا لي حصير وانا نزل بالحفير ان تجي ها ها وانا نزل حفير يا بني أسد يا بني يا بني أسد صاحب الجسد يا بني أسد صاحب الجسد من تدفنونه صدر من طحين خافوا بالدفن لا تلجمونه ان تجيبوا لي حصير وانا نزل ان تجيبوا لي حصير وانا نزل حفير يا بني أسد يا بني أسد شي يمطي الشرعة الترابيه هنا ظليع وهنا ظليع وهنا ظليع شي يمطي الشرعة الترابيه هنا ظليع حسين الي بشي لا ينزل دموحة على ناحر المين قطع الي بشي لا ينزل دموحة على ناحر المين قطع المنذب يحكي لشي لشمي حتى له قطر الدم المنذب يحكي لشي لشمي حتى له قطر اليهوى على الثرى المفترض ترى ما يسيح قوله من حرن غراس حافر الفراس لو تشوفون المحنتة كلش شبيرة أنا نزل بي المحنتة كلش شبيرة يا بني أسد يا بني أسد يا بني أرفع ايدك وجاوب يا بني أسد صاحب يا بني أسد يا بني أسد صاحب من تدفنون من تدفنون صدر من طحين يا بني أسد يا بني أسد يا بني أسد صاحب كل مكان مطشر أوصالة أخذت الحوافر كل مكان مطشر الخيل من سحقت أبوي هناك رجعت لي ورق الخيل من سحقت أبوي هناك والمكان الخيل نمشي بلكني القخنصرة والمكان الخيل نمشي بلكني بحرقة وبهضم ما بقى عظم بحرقة وبهضم ما بقى عظم بجسم أضال سالم ماكو أي عضو صاحب الأبو آيه الواد لم لموا المال عشيرة وانانه حسين حسين لم لم لموا المال عشيرة وانانه حسين 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 وانانه حسين 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 وانانه حسين 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 ح ينماذ بحنا حربوية وبيندف نخوط وتير بهالمسافة وقع مني جسم بوية مرتين بهالمسافة وقع مني جسم بوية وني نسي معي بصوت خافت قم تدور عالوني وني نسي معي بصوت خافت قم تدور عالوني تقربت لو لن هذا الصوت من نحر الحسين تقربت لو لن هذا الصوت من يمكن يمكن اللي جم موضع السهم يمكن اللي جم موضع السهم لما نحملت ينزيع صعوب ليش يغاف بالقلوب ينزيع يغاف بالقلوب لا ولا شفت يغاف بالقلوب ينزيع يغاف بالقلوب ينزيع بس هذا جوابك يغاف بالقلوب ينزيع يدفني الميت والسد خد كون على الترب يدفني الميت والسد خد كون علي الترب جسم أبو يا راس ماكو شلون وزدن صعوب جسم أبو يا راس ماكو شلون وزدن صعوب ليدفني الميت والسيد خدكو نحلة ترو جسم أبو يا راس ماكو شلون وزدن صعوب شلون وزدن صعوب والدي مقاطحين جسمي وذابلي بقدّي الضرب والدي مقاطحين جسمي وذابلي بقدّي الضرب أنا كل ما أتتش جسمي على وجهي القلوب أنا كل ما أتتش جسمي على وجهي القلوب قلبي بالحيد والله من مريد أبو يا يلغالي يوجع الحصيل والدي وصيل مقطع قبالي ناظري المندير وانا نزل بالحفي والدي المندير وانا نزل بالحفي يا بني أسد يا بني أسد يا بني أسد يا بني أسد تقولي لي أن تصل إليا يا بني أسد يا بني أسد يا بني أسد يا لين مواضي دم تصل إليا يا بني أسد يا بني أسد يريد عدنا غايب عدنا غايب يلا يلا لا تباوع للي عطلك ذلك الساعة على دين لا تباوع للي عطلك ذلك الساعة على دين يشوف دربة وشوف دربك انت وين وهو وين انت وين يلا يلا ناس بس للدنيا عاشت رقم وتمسح السنين هم واخد دام الجهنم وانتخاذم للحسن هم واخد دام الجهنم واندخاء يلا يلا لا تعاتب لا تعاتب ناس كاتل هالحقد عدنا غايب عدنا غايب اول وتال يريد عدنا غايب عدنا غايب اول وتال يريد عدنا غايب عدنا غايب اول وتال يريد عدنا غايب اول لا تباوع للي عطلك ذلك الساعة على دين يشوف دربة وشوف دربك انت وين وهو وين يلا ناس بس للدنيا عاشت رقم وتمسح السنين هم واخد دام الجهنم وانتخاذم للحسن هم واخد دام الجهنم واندخاء اللي عاليم لا تعاتب لا تعاتب ناس كاتل هالحقد عدنا غايب عدنا غايب اول وتال يريد عدنا غايب عدنا غايب اول للمواكب 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 جيب قلبك واستعيد عدنا غايب عدنا غايب هولو تاليريد عدنا غايب عدنا غايب يلا يلا كل شي صار قبال عينك واضح وطح النقاب بين الحارق لخيمة وبين الدافع لباب بين الحارق لخيمة وبين يلا 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 شد حزام قلبك لا يهونون المصاب يلا شد حزام قلبك فاتحا وعدب وفاضل نقلب الدنيا قلب فاتحا وعدب وفاضل نقلب علي 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 وفاتحا وعدب وفاضل نقلب ولدنيا قلب فاتحا وعدب وفاضل نقلب فاتحا وصير صاحب صير صاحب منت تشلب لا تهد عدنا غايب عدنا غايب هولو تاليريد عدنا غايب عدنا غايب حمزة الحسناوي كل شي صار قبال عينك واضح وطح النقاب كل شي صار قبال عينك واضح وطح النقاب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة